اشتركوا في القناة التصيد من الاحتلال الاسرائيلي جاء كما قال للسمرار اطلاق الطائرات الورقية الحارقة اما الفلسطينيون فرأوا فيه محاولة لجر المنطقة لحرب تغطي على ما انجزته مسيرة العودة كما يمثل هذا التصيد برأي محللين عكاسا للخلاف بين المستوى السياسي والعسكري في الحكومة الاسرائيلية حول الرؤية للتعامل مع قطاع غزة ترزح غزة اذا منذ اكثر من عشر سنوات ما بين الحصار والتصيد من الاحتلال الاسرائيلي ويبدو ان هذه الحالة كما يشير الواقع المعاش ستستمر في ظل غياب مشاريع سياسية تنصف الفلسطينيين يخشى كثيرون من تصاعد الفعل ورد الفعل العسكري في قطاع غزة الى مرحلة حرب والتي ستزيد فيه الاوضاع صعوبة على صعوبة الموجودة محمد بعلوشة الاخبارية قطاع غزة